قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث أنه لا خيار في اليمن أفضل من مقف إطلاق النار المصحوب بالعودة إلى العملية السياسية وأوضح جريفث في إحطة مقدمة إلى مجلس الأمن الأربعاء حول آخر المستجدات في اليمن أن هناك مبدأ غالبا ما يتكرر ذكره في سياق النزاعات في كل أنحاء العالم ذلك أنه على أطراف النزاع أن يكونوا هم أصحاب الحل إن أرادوا حلا قابلا لتطبيق وإن أرادوا سلاما مسدما وأضاف المبعوث الأممي أن اليمن ليس استثناء من تلك القاعدة فالنزاع قائم بين الطرفين اليمنيين ووحدها الالتزامات الجد والمدروسة لقادة الطرفين قادرة على إنهاء هذا النزاع اشتركوا في القناة